موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من قناة عدن الفضائية نسهل النشرة بأبرز العنوين إلى العنوين رئيس مجلس القيادة الرئاسية بحث مع وزير الدفاع السعودي جهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتخفيف المعاناة الإنسانية موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية سعرض مع الوفد الأوروبيز مستجدات الوضع وإحلال السلام والاستقرار في بلادنا موسيقى عد وجدة القيادة الرئاسية المحرمي يؤكد خلال لقائه نائبي رئيس هيئة التشاور على أهمية الوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات وإنهاء الانقلاب الحوثي موسيقى من التفاصيل أهلا بكم مجددا نلتقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وفي اللقاء نقل سمو الأمير خالد بن سلمان لفخامة الرئيس وعضاء مجلس القيادة الرئاسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما للشعب اليمني بتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والسلام من جانبه يحمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي وزير الدفاع السعودي نقل تحياته وعضاء المجلس للقيادة السعودية الرشيدة معربا عن عظيم تقديره لموقف الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة شعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادة الشرعية على كافة الأصعدة العسكرية والسياسية والإنسانية والإنمائية وقال فخامة الرئيس أن دور المملكة قائدا لتحالف دعم الشرعية وتضحياتها الغالية في اليمن ستبقى خالدة ومحل فخرا واعتزاز وتقدير من الشعب اليمني كما أشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخلات الإنمائية والإنسانية الفاعلة للبرامج المشروعات السعودية وفي المقدمة مركز الملك سلمان والمشروع السعودي لتنمية وأعمار اليمن ومشروع مسام لتطهير اليمن من الألغام الملشيات الحوثية من جانبها كده وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي وكافة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في بلادنا بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وجرى خلال اللقاء بحث جهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتخفيف المعاناة الإنسانية إضافة إلى المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والخطوات المستقبلية المطلوبة للتعامل مع المتغيرات المحتملة التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساعد الأمين العام للإتحاد الأوروبي نيركي مورا ونائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كارل هالي جارد وجرى خلال اللقاء سعرات مسجدات الوضع اليمني والجهود الجارية لتجديد الهدنة والإنسانية وإحلال السلام والاستقرار في بلادنا وكذا الضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع المنيشة الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على التعاطي الإيجابي مع تلك الجهود كما تطرق اللقاء إلى دول الاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغترمين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللوى صالح المقالح ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرع المحرمي خلال لقائه كلا على حدة بنائبي رئيس هيئة التشاور المصالح عبد الملك المخلافي وأكرم العامري وعضو هيئة التشاور المصالح النصر أطها مصطفى ناقش معهم آخر المستجدات السياسية التي تمر بها بلادنا وموقف الحكومة الإيجابي من الهدنة الأممية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني باعتبارها جسرا يؤدي إلى سلام شامل ودائم وأكد المحرمي على أهمية الوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وقال عضو مجلس القيادة إن الانقلابيين الحوثيين لا يهمهم أمر الوطن والمواطن ولكنهم يبحثون عن تعزيز سلطاتهم الانقلابية وهذا لن نقبله مطلقا مؤكدا أن الانسجام في قيادة المجلس الرئاسي والحكومة هو السائد في هذه المرحلة من جانبهم أكد المخلافي والعامري ونصر أطاها أهمية التمسك بمواقف شرعية لإنهاء الانقلاب مشهيدين بمواقف المجلس الرئاسي والحكومة للتعامل الإيجابي مع المجتمع الدولي لقبول الهدنة اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشيون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة طارئة جويس موسيا على برنامج زيارتها الحالية إلى بلادنا ونتائج لقاءتها في العاصمة المواقعة عدن مع منسقي الشيون الإنسانية وتنسيق القائم مع الحكومة لتقييم الوضع الإنساني وأكد رئيس الوزراء على أهمية زيارة المسؤول الأممية وعتبرها أساسية في وضع ملف اليمن على رأس قائمة أولويات المجتمع الدولي إنسانيا واقتصاديا في ظل الأزمات المتنامية حول العالم مجددا التزام الحكومة بشراكة مع الأمم المتحدة وحرصها على تسهيل أعمال المنظمات الإنسانية وشراكة مع الأمم المتحدة في تحديد مناطق الاحتياج بشكل دقيق وإعداد خطة الاستجابة الإنسانية 2023 والبدء بالنقاش مع المانحين تحضيرا لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية وتطرق الدكتور معين عبد المالك لموافقة الحكومة على إنجاح تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة والتي قوبلت بتعنت ورفض مليشي الحوث الإنقلابية وإصرارها على إفشالها وتهديد ممرات التجارة العالمية وسهداف المصالح الحيوية داخل اليمن وفي دول الجوار وأشار رئيس الوزراء إلى أننا أمام تحديات كبيرة في الجانب الإنساني فالوضع الاقتصادي وانعكاسات الأزمات الدولية ضاعفت من الوضع الإنساني ومن المهم أن يكون الاقتصاد ودعم الحكومة في هذا الجانب والموازن بين العمل الإنساني والتنموي أساسي تحرك الأمم المتحدة مصارضاً لصلاحات التي تنفذها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي وخيطتها للعام 2023 بمجال تعزيز دور المؤسسات ودعم القطاعات الخدمية الحيوية ومعالجة الكثير من التشوهات التي أصابت الاقتصاد الوطني نتيجة للحرب بدورها عبرت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشيون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة الطارئة عن سعادتها بزيارة اليمن للاطلاع على الاحتياجات الإنسانية عن قرب وسماع من المتضررين مباشرة مؤكدة أنها ستنقل انطباعاتها لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشيون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة والمانحين بما من شأنه زيادة الدعم الإنساني لليمن في الفترة القادمة كما أكدت المسؤولة الأممية أنها ستأخذ الملاحظات التي تضرحها رئيس الوزراء بعين الاعتبار معربة عن تطلعها إلى تجديد الهدنة الإنسانية في اليمن شارك وفد من البرلمان في اجتماعين منفصلين مع المجموعة البرلمانية الإسلامية والمجموعة البرلمانية العربية وذلك على همش اجتماع اتحاد البرلمانيين الدوليين في دورته الـ 145 في العاصمة رواندية كيغالي وشارك الوفد الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة وضم صالح العامري والدكتور محمد الشرفي والشيخ عباس النهاري وحميد الأحمر ومحمد جمال سكرتير الوفد بالاجتماع التنسيقي لمجموعة البرلمانية الإسلامية وجرى خلاله مناقشة عدد من القضايا التي تهم المجموعة في اتحاد البرلمان الدولي ومنها البندو الطارئ الذي تقدمت به باكستان لإنشاء صندوقا دوليا لدعم أضرار السيول والفيضانات وأكد المهندس باصرة دعم إنشاء صندوق الدولي لما فيه من المصرحة المشتركة لعدد من الدول متطرقا إلى تدخلات بعض الدول في سيادة دول أخرى ومنها إيران وذلك من خلال دعم الميليشيات الحوثية الانقلابية وأثار انقلاب الحوثي على كافة المجالات وتدمير البلاد والعباد كما شارك الوفد البرلماني في اجتماع المجموعة البرلمانية العربية بحضور رئيس البرلمان الدولي وجرى خلاله مناقشة البندو الطارئ الذي تقدم به برلمان العراق حول تدخل إيران وتركيا في العراق وشدد المهندس باصرة شدد على أهمية إلى اتحاد البرلمان الدولي ورئاسته وأمانته العامة الاهتمام بما يجري في دول النزاع والحروب ومنها اليمن وليبيا وسوريا مستعرضا ممارسات وانتهاكات الانقلابيين الحوثيين التي تشمل اعتقال النساء والزج بهن في السجن وتعرضهن للعنف وكذا ما يتم من تجنيد للأطفال دون سن الثالثة عشر سنة وزج بهم في المعارك وأيضا قتل وإرعاب النازحين في مأرب وتعز من خلال السيداتهم بالصواريخ وكان ذلك في ظل الهدنة متطرقة للاستخدام الحوثيين للمساعدات الإنسانية بالمجهود الحربي وخطورة أثار الناقل النفطية صافر على تلوث البحر الأحمر وغيرها من المخالفات اللا إنسانية التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك القائم بأعمال السفير المغربي لدى بلادنا محمد الشريكي ورحب وزير الخارجية باستئناف عمل السفارة المغربية لدى بلادنا وأهمية ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات لافتا إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة المغربية والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية وما تضمنته من مواقف صادقة وصريحة من دعم الشعب اليمني أو في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه من رفع للمنح من خمسين إلى مئات منحة دراسية بمجال التعليم العالي والفني وإيجاد آلية لتسهيل منح التأشيرات للطلاب والراغبين في دخول الأراضي المغربية وسعرض الوزير بن مبارك مسجدات للمشهد السياسي في بلادنا والتعنة الحوثي المستمر ورفضها لكل المبادرات الداعية لإيقاف نزيف الدم اليمني والبدء بعملية سياسية شاملة إسنادا إلى المرجعيات المتفق عليها من جانبه عبر القائم بالأعمال المغربي عن سعادته لنتائج الزيارة مؤكدا بذله لكل الجهود اللازمة للارتقاء بعلاقات البلدين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة في مختلف الجوانب مجدد الموقف بلاده ثابت الدعم للحكومة الشرعية ولكل ما من شأنه الحفاظ على أمن ووحدة والسكرار اليمن وصل وزير الداخلية الواروك إبراهيم حيدان إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية الجمهورية السودان الشقيقة وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي نظيره السوداني الفريق أول شرطة حقوق عنان حامد محمد أمر وسفير بلادنا لدى جمهورية السودان أمر المداوي وعدد من قيادات وزارة الداخلية السودانية ومن المقرر أن يبحث وزير الداخلية خلال زيارته إلى السودان عددا من الملفات ذات الاهتمام نشترك في الجانب الأمني وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال التدريب والتاهيل لمنتسب وزارة الداخلية وتسلي إجراءات الإقامة للجالية اليمنية في السودان ورافق وزير الداخلية خلال الزيارة المفتش العام بالوزارة وقطاع الأمن وشرطة وقطاع الموارد المالية والبشرية وقطاع الخدمات المدنية ومدير عموم مكافحة الأرهاب والجريمة المنظمة والشؤون القانونية والتدريب والتاهير والتعاون الدولي ونائب مدير مكتب وزير الداخلية قال وزير الإعلام والثقفة والسياحة معمر الإرياني أن قمع نظام إيران أو نظام طهران للتظاهرات الشعبية الغير مسبوقة التي عمت مختلف المحافظات الإيرانية وما يرتكبه من جرائم يومية بحق الشباب والشابات المطالبين بالعيش بكرامة يكشف طبيعته كنظام إرهابي لا يكترث للحقوق والحريات ويضرب عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن الشعب اليمني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يقاسي ظروفا لا تقل مأساوية عما يعانيه الشعب الإيراني عبر الممارسات القمعية والقتل والاختطاف والإخفاء القسر والمحاكمات والإعدام خارج إطار القانون والتشريد والتهجير والإفقار والتجويع وتقييد الحريات الشخصية والطهاد الأقليات الدينية وأشار الإيرياني إلى أن المجتمع الدولي يقف موقفا متفرج إزاء ممارسات نظام طهران القمعية وما يرتكبه من فضائع بحق الشعب الإيراني وكذا سياساته التوسعية وتدخله السافر في شؤون دول المنطقة وفي مقادمتها اليمن والتي ترقى لمرتبة العدوان ودعمه الفاضح للجماعات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي وطالب لمجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية وإنانة أعمال القتل والقمع والإرهاب التي يرتكبها النظام الإيراني ومليشياته في المنطقة ووقف موارساته التي تستهدف الأمن والسلم الدولي اطلع وزير الألام وثقافة السياحة معمر الإيراني على سير العمل في مكتب السياحة بالعاصمة المؤقتة عدن والتقى الإيراني خلال الزيارة بالعاملين بالمكتب وناقش معهم كيفية تنشيط الوضع السياحي وتحسين البيئة الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وسمع من مدير مكتب السياحة بعدن جعفر أبو بكر محمد إلى شرح عن أداء المكتب والتحديات التي تواجه العمل السياحي ونقل الوزير الإيراني لمنتسب مكتب السياحة تحيات مجلس القادة الرئاسي بقادة فخامة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي وعضاء مجلس القادة الرئاسي كما نقل إليهم تحيات دولة رئيس مجلس الجرام الدكتور معين عبد الملك مؤكدا ضررة الاهتمام بالقطاع السياحي وتطويره حيث يعد أحد أهم أوجه الاستقرار في العاصمة المؤقت عدن وأن عدن على موعد مع العديد من المشاريع التنموية التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن بما مشأنه الإسهام في تطوير الخدمات السياحية وإنعاش العمل السياحي في المدينة وثمن الإيرياني الدولة الأخوية الكبيرة الذي يقوم به تحالف الدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي قدمت العديد من المشاريع مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ وأكثر من 17 مشروعا هاما قيد الدراسة من خلال البرامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن لافتا إلى أنها ستسهم في جعل عدن نموذجا مستقرا وجاذبا للسياحة وأوضح أن الحكومة ممثلة بوزارة الألام والثقافة والسياحة ستعمل خلال الفترة القادمة على خلق بيئة عمل سياحية تجذب الكوادر المؤهلة والمتخصصة والمستثمرين لافتا إلى علاقة التعاون والشراكة مع المنظمة العربية للسياحة بقادة دكتور بندر بن فاد الفهيد رئيس المنظمة في تأهيل وتدريب الكوادر السياحية في محافظة عدن ومختلف المحافظات لاستقبال الحركة السياحية الداخلية والوفود التي تزور العاصمة المؤقتة عدن منوها بأن الوزارة ستبدل أو تبدل جهودا لتدريب وتهيل العنصر البشري ليتمكن من قيادة هذه الصناعة الكبرى ناقش وزير العدل القاضي بدر العارضة بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس مصلحة السجون في الجمهورية ألواء رقم صالح عبد الحبيب التنسيق المشترك وأوضاع السجناء والمرافق العقابية وتلافي تأخير جوانب التقاضي والاحتجاز وإيجاد مراكز أكثر تأهيلا للأحداث والسجينات وأكل وزير العدل حرص الوزارة على تقديم كافة السهيلات في الجوانب المشتركة والتي تسهم في نجاح نشاطها وتفعيل دورها بشكل أفضل من جانبه ثمن رئيس مصلحة السجون اهتمام وزير العدل بتطوير جوانب العمل المشترك مجددا حرص قيادة المصلحة على تقديم كافة الدعم للمرافق والمؤسسات التابعة لها وذلك من أجل نجاح برامجها وتحسين المستوى العام لنزلاء السجون تشارك الجمهورية اليمنية في اجتماعات الدورة التاسعة والستين للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الذي تصطيفه العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من العاشرة حتى الثلاث عشر من أكتوبر الجاري بوفد الرفيع المستوى برئاسة وزير الصحة العام والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبة ستناقش الدورة التي تهدف إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة في حقبة ما بعد جائحة كورونا وتسريع وثيرة التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي تحت شعار صحة واحدة لجميع أمام عدد من المضوعات حول إنتاج اللقاحات محليا والاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سلطان عنق الرحم والنهج الإقليمي إذا عقد العمل من أجل السلامة على الطرق للأعوام 2021 حتى 2030 وتحسين رز الاستجابة لأحداث طوال الصحة العامة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وتعزي نظم معلومات المستشفيات في شرق المتوسط يضم وفد بلادنا وكيل وزارة الصحة لقطاع رعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور إشراق السباعي والمدير العام للتنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستزمات الطبية الدكتور عبد القادر أحمد الباكري ومدير عام مكتب وزير الصحة عبد الناصر النمير ومدير عام الصحة الأسرة بوزارة الصحة الدكتور محمد مصطفى راجمن جار راجمان بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبيح بالعاصمة المصرية القاهرة مع مدير مؤسسة بيل أومولدا كريست الأوضاع الصحية في بلادنا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي وصارد الوزير آخر مسجدات شلال الأطفال في بلادنا وتدخلات لوزارة الصحة وذلك لإنفاذ ثلاث حملات في المحافظات المحررة تكللت بالنجاح ترافقت مع تمنع مليشيا الحوث الإنقلابية عن تنفيذ أي حملة ضد شلال الأطفال في مناطق سيطرتها ما أدى إلى ظهور حالات الشلال مجددا ما ينظر بالخطر داعيا المنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط لتنفيذ الحملات لشلال الأطفال من جانبه أوضح رئيس مؤسسة بيل أومال لندى أن المؤسسة تسعى مع شركائها من المنظمات الدولية لتنفيذ حملات السئصال شلال الأطفال في بلادنا ناقش وزير الأوقاف للرشاد محمد بن عيضة شبيبة في العاصمة المؤقتة عدن مع محافظة تعز نبي الشمسان أوضع الأوقاف في محافظة تعز وأسبل الحفاظ عليها وتنميتها وأكد وزير الأوقاف أهمية الحفاظ على الأوقاف باعتبارها مكسبة للوطن وأن يتم توجيه مصارف الأوقاف في مصارفها الحقيقية حسب ما أوقفت لها وقفاً للشرع وفقاً للشرع والقانون من جانبه أشاد محافظة تعز نبي الشمسان أشاد بجهود وزارة الأوقاف والأرشاد واهتمامها بقضاء الأوقاف والأرشاد بالمحافظة مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية لتسهيل عمل مكتب الأوقاف وردع كل من تسول له نفسه المساسة أو التساهل بأراضي عقارات الأوقاف ناقش اجتماع العقدة بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير وزارة الإدارة المحلية حسين الأغبري مع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين ألماس المشاريع المنفذة للوحدات الإدارية تابعة لصندوق صيانة الطرق الطرق الداخلية الريفية والحضرية للوحدات الإدارية في المحافظات بموجب أحكام القانون أو قانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية وفي الاجتماع الذي حضره مستشار وزارة المالية عمر العبد وعدد من موكلاء الوزارة جرى مناقشة الصعوبات والمعاوقات للمشاريع المتعاثرة للوحدات الإدارية والعمل على تجاوز تلك العراقيل وبدل الجهود لإنجاز المهام المشتركة وأكد الأغبار اهتمام والسعداد الوزارة للتعاون مع صندوق لتنفيذ كافة المشاريع التي يعمل عليها كون الطرق شرايان حياة يربط بين المدن والأرياف أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد القادم الموافق 16 من أكتوبر الجاري إجازة رسمية لكافة الموظفين والعملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام المختلط والتعاوني والخاص ذلك بمناسبة العيد التاسع والخمسي لثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة وقالت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منه استنادا إلى قانون رقم اثنين لسنة الفين بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية تعلن وزارة الخدمة المدنية أن الذكرى التاسع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر تصادف يوم جمعة وحيث إن يوم الإجازة قد تداخل مع يوم إجازة رسمية آخر فإنه تقرر تحديد يوم الأحد الموافق 16 من أكتوبر إجازة رسمية ولمدة يوم واحد ورفعت توزارة الخدمة المدنية ورفعت زارة الخدمة المدنية بهذه المناسبة الوطنية أسمى آيات التهاني والتبركات للقيادة السياسية والشعب اليمني خرج المئات من أبناء محافظة لحج يتقدمهم اللواء الركن أحمد عبدالله تركي محافظة المحافظة لستقبال البطل فاني بجاش الصبيحي بطل آسيا في الشطرنج الحائز على المدانية الذهبية للبطولة التفاصيل في سياق التقرير التالي وسط مشاعر الفرحة والاعتزاز والفخر استقبل الأخ اللواء الركن أحمد عبدالله تركي محافظة لحج قايد اللواء 17 مشاه ومعه الأخوين سامي جبلي مدير عام مديرية الحوطة وخالد يماني مدير عام مكتب الشباب والرياضة والآلاف من أبناء محافظة لحج ومديريات الصبيحة استقبل الشاب فادي بجاش صالح الصبيحي بطل آسيا للشطرنج وصاحب اللقب العالمي في اللعبة بعد فوزه في سبع جولات متتالية في قمة فرست العالمية التي يقيمت في سلطنة عمان الشقيقة وخلال استقوال البطل عبر ناخ المحافظ عن التقدير والعرفان الكبيرين للبطل فادي بجاش على هذا الإنجاز العالمي الكبير والذي يعكس دلالة كبيرة على قدرة شعبنا العظيم على العطاء والتقدم والتفوق رغم كافة الصعوبات التي يمر بها ودعا لاخ المحافظة كل أبناء الوطن العامة وأبناء محافظة لحج خاصة إلى الاقتداء بالبطل فادي وبدل كل القهود في أختلف الأجشطة العلمية والثقافية والرياضية وتحقيق الملاكز المتقدمة فيها مجددا التأكيد بأن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لم تألو أي جهد في دعم كل المتفوقين وكانت مدينة الحوطة عاصمة المحافظة قد شهدت استقبال كبير للبطل فادي حيث خرج الآلاف من أبنائها إلى الشوارع الرئيسية مستقبلين ابن محافظتهم بطل الشطرنج العالمي وسط مشاعر الفرحة العالمة والهتافات المرحبة وإطلاق الألعاب النارية في سماء المدينة حيث حملوه على الأكتاف وصولا إلى مقر نادي الشرارة في عاصمة المحافظة فيما استطفى المئات من أبناء المحافظة على طول الطريق وصولا إلى مدينتي صبر والوهد فتوصلوا لليوم الثاني على التواري منافسات بطولة الجمهورية للأندية في لعبة الملاكمة التي منظمها الاتحاد العام لللعبة برعاة معالي وزير الشباب ورياضنا في البكري وزير الدولة محافظ عدن أحمد ووزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس بدعم وتمويل من صدق رعاة النشأ والشباب أشراف قطاع الرياضة بحضور نائب وزير الشباب ورياضة منير الوجي وشاهدت المواجهات منافسات مثيرة وكبيرة وتختتم صباح الأربعاء منافسات البطولة بإقامة النزالات النهائية في الأوزان المخصصة للبطولة التي على إترها يتحدد بطل ووصيف كل وزن حضر المنافسة ووكيل وزير الشباب ورياضة الدكتور عزام خليفة ووكيل وقتع رياضة بالوزير خالد محسن الخليفي ورئيس الاتحاد العام للملاكم ورائد علي نعمان الآن المشاهدين الكرام إلى حالة التقس ودرجات الحرارة خلال الأربع والعشرين الساعة القارمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة